السلام عليكم وحياكم الله ومشاهدين الكرام بحلقة جديدة من برنامج توقيع سياسي على وقع الخلافات المتصاعدة بين الحزبين الحاكمين داخل الأقليم اندلع صراع سياسي اقتصادي من نوع آخر بين بغداد وأربيل وكانت محصلة النهائية هو بعض الاتهامات المتبادلة وأيضا قرارات مصيرية من القضاء أجبرت الكرد على إعادة حساباتهم بخصوص الموازنة ودعم الحكومة الحالية هذه الملفات وأكثر راح نناقشها مع النائب سروة عبدالواحد رئيس كتلة أجيل الجديد حياة شلس السروة يا أهلا وسهلا نهلا بكم مرحبا نورتو شكرا س السروة نبدي بالأقليم والتصعيد اللي صار ضد القضاء يعني تصريحها زيباري وأيضا شخصيات كثيرة تؤكد أنه برزان رافض رفض قطعي وتام لقرارات قضائية ليش هذا التصعي صار ضد القضاء شكرا جزيلا تحية لكي ومشاهدكم الكرام وشرفت بكم طبعا أنا باعتقادي أنه أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية إذا ما كان لصالح الأحزاب الكبيرة يتم اتهام القضاء أو المحكمة الاتحادية بإصدارها لهكذا قرارات فبالتالي ليس كل ما يقوله السياسي حول القضاء هو صحيح بصراحة حتى لو كنا نحن في يوم ما اختلفنا مع القضاء إذا كان خصوصاً المحكمة الاتحادية مدى أتحدث عن القضاء المسيس خصوصاً في إقليم كردستان نحن قضاءتنا مسيس وخاضع لسيطرة الحزبين الحاكمين بشكل تام صحيح هناك بعض قضاء ما يلتزمون بأوامر حزبية لكن عموماً هو المنظومة القضائية في إقليم كردستان تحت تأثير الأحزاب الحاكمة فبالتالي هذا الانعكاس هم يتوقعون أنه مثل ما هم يسيطرون على القضاء في إقليم كردستان يتوقعون أحزاب سياسية مسيطرة على المحكمة الاتحادية أنا أرى أن المحكمة الاتحادية هي قرارات ملزمة على الحكومة الاتحادية وعلى حكومة إقليم الالتزام بهذه القرارات وإن كانوا غير راقبين بها بالنتيجة وقرار قضائي ويجب الالتزام به طيب هذا التصعيد بشكل ملفت ضد القضاء شنو راح يأسس بالمستقبل؟ يأسس أنه قد تتفق الأحزاب الكبيرة المسيطرة على تغيير المحكمة الاتحادية ممكن هذا الإجراء يكون؟ تأكيد يعني هو بالنتيجة هم يردون يجيبون الناس تحس سيطراتهم فإذا شافوا أنه يعرقلون مهامهم السياسي والتوافقاتهم والاتفاقات والصفقات والمدري شنو أكيد أسهل لهم أنه يغيرون المحكمة فيذهبون بهذا الاتجاه ما على الأسف يعني ما على الأسف أنه بالدستور يقولون قضاء مستقبل فصل السلطات والمدري شنو لكن هم يردون أصلا ماكوا سلطة غير السلطة الحزبية يعني هذا التحرك موجود حاليا ستسروة؟ لو أنه مجرد استطلاع أو استشراق أنا أقول أنه إذا كان يردون شيء يحاسبون محكمة الاتحادية فيذهبون بهذا الاتجاه ومنذ فترة سمعت حتى قبل هذه قبل موضوع الإصدار هذا القرار الأخير كان يتحدثون عن ضرورة تغيير المحكمة الاتحادية يمكن أكو إشارة لبعض المراقبين يرون سكوت بعض القوى السياسية عن هذا التصعيد هو عطاء شرعية للتصعيد ضد القضاء وهي هاي أول خطوة اللي حضرت الجاية تقوليها أنه سكوتهم؟ هم بالنتيجة مصالحهم الحزبية أهم من أي مؤسسة من مؤسسات الدولة فإذا شافوا أن هذه المؤسسة قد تعيق مصالحهم الذاتية والحزبية بين بعض فأكيد يعني يضحون بالقضاء والمحكمة الاتحادية لأن مع الأسف حتى نكون واقعين والله يعني هذه الأحزاب مدى تفكر ببناء مؤسسات ولا تفكر ببناء الدولة لأنهم أساساً مو رجالات دولة وما الناس جايين للسلطة ما كان يحلمون بيصيرون بهذه الأماكن اليوم صار أبيدهم دولة مثل عراق فدمروا البلد وهس يعني مرتاحين باللي يقدموا خلال كل هذه السنة طيب أخو شير زيباري عن تصريحات كثيرة بأحد المؤتمرات يقول أصلاً انكتب الدستور بمنزل برزاني مو كان المفروض أكو قوة تحافظ على قدسية وحصانة الدستور وأيضاً احترام القضاء هم أساساً ما يلتزمون بالقوانين اللي يكتبوها ويشرعوها يعني هم ما يعرف بيكتبون قوانين وحتى الدستور حتى يبينون أنه هم ملتزمين بهذا القانون أو الدستور لكن في الواقع ما ملتزمين بأي بند من بنود الدستور العراقي وين ما تم كتابة الدستور بالنتيجة شعب العراقي صوت على هذا الدستور وهم كانوا يروجون لهذا الدستور بأنه أحسن الدستور ومن أهم الدستور التي تم تشريعها في المنطقة لكن أول ما صار هو الدستور عائق أمام مصالحهم وأمام مضي بمخالفاتهم والتجاوزاتهم على حقوق الإنسان على قضية الفساد على فصل السلطات هم أول الناس ملتزموا ببنود الدستور فلهذا يعني اللي نحن عندنا مشكلة حقيقية في العراق أنه آباء المؤسسين لبعد 2003 الدولة العراقية الجديدة بعد 2003 يعني تشوف فيهم ما كانوا بمستوى الطموح الشعب العراقي ولا كانوا فكرة وصاح ولا كتبوا دستور بطريقة صحيحة ولا أسسوا لبناء مؤسسات ولا كانوا يعني أولا إذا نشوف تحصيلهم العلمي والأكاديمي ما كانوا بالمستوى أنه يكونون بمستوى العراق بصراحة إذا نشوف أنه حقدهم وكرههم لبعض حتى طريقة انتقامهم من بعض من كانوا يعني داخل المؤسسات داخل أحزابهم حتى يعني أنا أذكر في التسعينات كان يكون خلاف عميق بيناتهم بعدها نقلوا هذا الخلاف وهذه الصراعات التي كانوا بالمعارضة نقلوها إلى السلطة وإلى المؤسسات ومن ثم نقلوها إلى الشارع ومن ثم رادوا يعني هسلهم الشارع يرفض خطاباتهم القديمة كانوا متمسكين بالخطابات القديمة فلهذا ما كانوا مؤهلين لأن يكونون آباء مؤسسين لدولة مثل العراق اللي بيها كل هاي المشاكل اللي الدكتاتورية القمعية في أنظمة الشمولية السابقة خصوصا النظام البعث الفاشي خلق نوع من عداء بين المكونات خلق نوع من يعني حتى تجهيل المجتمع حتى موضوع الصحة والتعليم وهاي التراجع اللي صار وكلها صار بزمن نظام البائد وإجاء هذا النظام الجديد بدل ما يرتفع بكل هذه الأمور صار مجرد تقسيم صار تقسيم وصار هو أيضا مساند لما فعله أنظمة الشمولية السابقة ولحد الآن نظامنا التعليمي التدريسي النظامنا الصحي النظامنا المالي كلها مو مستوى حتى الشعوب المنطقة دول المنطقة يعني الأردن هو أفضل من عدنا تركيا ألف مرة أحسن من عدنا حتى هذا الإيران اللي كل حصار ومشاكل اللي عدهم في بعض المستوياتهم أفضل من عدنا يعني فلهذا يرادلنا نحن يرادلنا جيل سياسي جديد يحكم هذا البلد ويكون فعلا جيل واعي ما يكون جيل أيضا شعبوي واللي هما سووا قبل هذا جيل أيضا يجي يكمل ما يكرره طيب ست سروة حضرت تشتراف على دعوة ضد قرارات برلمان الأقليم شنو هذه الدعوة صارت تأجلت؟ هو البرلمان في أقليم كردستان مدت عمره لمدة سنة بعد انتهاء الدورة الانتخابية في أقليم كردستان وغريب يعني أنه ما لي من يجابه هذا التفويض حتى يمددون عمرهم ليفترض أنه أي مجلس منتخب هو الناس يعني أنت ترحين للانتخابات لأربع سنوات تنطيني صوتت يعني يجوز بعد أربع سنوات تغيرين رأي جبيرا يعني ترحين للصوتين الغير واحد فشلون أنه أنا أسلب منت هذا الحق وأمدد الروحي بعد سنة وما أخليت أنه ترحين فهي خرق واضح للديمقراطية اللي جاية فيه بمادة اثنين عندما يتحدث أنه هذا الدستور ضامن للديمقراطية فلهذا أقامت دعوة رئيس حراكة جيل الجديد أقام دعوة ونحن كرئيس كتلة جيل الجديد وكذلك يعني في برلمان الاتحادي يكون الجلسة الأخيرة رح تكون علنية لو علنية يعني قد يكون حتى الإعلام يكون جيد حاضر بها فهي جلسة مهمة وأتمنى أنه المحكمة الاتحادية ولو أنا عندي ثقة بالمحكمة الاتحادية ما أصور أنه تخلي خطوة حتى كل برلمانات بعد في العراق أنه يذهبون باتجاه تمديد النفس أنا باعتقادي إذا المحكمة الاتحادية قبلت بهذا القرار فإنها عليها أن تقبل بقرار البرلمان الاتحادي أيضا عندما يمدد الروحة في سنتين ثلاثة أربعة ويجوز بعد ما يعجبه يعني حضرت لتقول يا أما تخلي حد أي بالقرار يا أما أنا رح يصير أكو رح يصير تقليد مخالفات كثيرة رح يصير تقليد حال حال كل المواضيع اللي صارت فيجب أنه إحنا ليش نركز على القضاء والمحكمة أنه على الأقل هذه الجيهة تكون شوية توقف المخالفات اللي يقوم بها السياسية آخر تغريدة لحضرتك كانت حول انتخاب رئيس اللجان حضرتك كنت مرشحة للجنة النزاهة شنو اللي صار؟ أنا كنت مرشحة للنائب الثاني يعني لرئيس لجنة النزاهة بصراحة يعني كان هناك عدد من المرشحين يعني أنا وزميل آخر من الاتحاد الوطني رشحنا على النائب الثاني وعلى النائب الأول كان أكو ثلاث مرشحين وعلى الرئيس كان أكو مرشحين اثنين فكان أكو منافسة حقيقية بصراحة لو لا تدخل الأحزاب ورؤساء الأحزاب لكان يذهب بتيجاه أخر لأن حضرتك حصلت شيء أصوات متساوية تقريبا يعني أنا بلاكس حتى حصلت على صوت أكثر من صوت النائب الثاني من الاتحاد الوطني لكن في الجولة الثانية تدخلت الرئاسة وكل الرؤساء الكتل وهددوا ويعني تحدثوا مع النواب النوع التهديد اللي وصل يعني أنه ميصر هم ضمن إطار تحالف وأكو وعد بيناتهم ولازم أنه يتم تصويت على ما اتفقوا عليه ككتل سياسية بحسب التوافق وهذا رغم هذا أنه عشر نواب وظلوا يعني نائب واحد هو اللي كان فارق بالموضوع هو ذهب باتجاه الثاني يعني أنا اعتبرتها بصراحة عملية ديمقراطية رغم الضغوط وهي خطوة جيدة للتغيير قد يكون في مرحلة قادمة يكون تغيير أكثر لكن مع الأسف أول مرة في برلمان العراقي يحدث ما حدث في آلية اختيار يعني رؤساء اللي جان وأولا سوا كلها فاكتج واحد يعني تكتبين اسم الرئيس والنائب نائب الأول ونائب الثاني هذا حتى لحسابات بيناتهم طبعا المشكلة أنه يعني هم ما يردون الديمقراطية الحقيقية يردون هذه التوافقات تمشي بسيما بالنتيجة كل الأمور تتغير ما راح يبقى مثل ما هم يردون طيب إذا نترك البرلمان والدستور والقضاء حالي ننتقل إلى صورة عامة نشوف يعني برزاني كان هو راعي لتحالف الخميس الخنجر وأيضا الحلبوسي طيب ليش ما قدر يصف الأمور بين الأكراد على مدين طلقون بموضوع بصورة عامة هذا كتحالف يعني هم صغير متحالفين معدهم مشكلة مو أكو مشاكل حاليا بين سليمانية وأربيل هو أساسا هاي الخلافات بس في الإعلام يعني يعني ماكو خلافات حقيقية والنتيجة يعني شفناها مثلا في اختيار الرؤساء اللجان والكذا يعني اتحاد والديمقراطي كانوا في جبهة واحدة أحنا أحزاب خارج هذين الحزبين ما كنا معهم فبالتالي أنه وهذا واضح أنه الحزبين هم متحالفين في كل شيء ومعتهم خلافات هاي الخلافات اللي كسب تعاطف الجمهور يعني هذا خلاف إعلامي فقط إعلامي فقط وما يردون يبينون للناس أكو خلاف بس صدقا معتهم أي خلاف يعني تخيلي أنه هم في مجلس مزراء أقليم كردستان هم مع بعض يعني حكومة أقليم كردستان متكونة على الرجلين اللي هو الاتحاد الوطني وديمقراط الكردستاني فيعني شلون أكو خلاف هم يتقاسمون سلطة وامتيازات المناصب حتى في بغداد يعني بالأخير مثلا راحوا اتفقوا على لطيف رشيد الاتحاد الوطني قال الديمقراطي أنه نتخلى عن برهم صار توافق نوعا ما بيناتهم مضوبي هسا عن رئاسات اللي جان على الموضوع الوزارات فما أعرف وين الخلاف يعني حاليا ماكو خلاف بصريح العبارة بداخلهم شوفي خلافهم مثلا خلاف الأحزاب الشيعية والأحزاب السنية بيناتهم يعني مثلا هم يتحدثون يقولون عدنا خلاف ولكن بالنتيجة هم في مركب واحد يعني فإذا بنتي عندش خلاف مع مؤسستش الإعلامية حتى لو تعرفين ما راح تلقين شغل ما تقبلين على نفسش تبقين بنفس المكان وتطلعين يعني فهم ليش ما ينزلون من هذا المركب يعني إذا كلش عادهم خلافات وكذا فا باعتقادين وخلافاتهم يعني وهمية خيب سسر وإحنا مستمرين لكن بعدما نروح فاصل عزا المشاهدين وبعدها نواصل رجعنا معكم مشاهدينا بعد الفاصل وحيش الله سسر ومرة ثانية يعني بخصوص النفط والغاز يعني مسرور برزاني يذكر بمنتدى الشرق الأوسط أنه راح يكون بديل ناجح فعلا بالإشارة إلى روسيا لتصدير الغاز هل هذا الكلام واقعي فعلا وأنه خصوصا 90% منها بالسليمانية سيد بافار راح يبقى على هذا أو يقبل بهذا الموضوع هو راح يكون بديل نازح حالة حال النفط اللي قاله راح نسوي استقلال اقتصادي لإقليم كردستان لما نصدر النفط هم ما ناتحين بأي شيء غير بالفساد والسرقات والنهب ما عتقد يكون هذا كلام دقيق ولا يقدرون يساوون شيء ثم عينه مثل ما قلتي أنه الغاز بسليمانية يعني مرتاحة سيطرتهم وسليمانية ليس فقط اتحاد الوطني صدقا يعني الناس هلقت ضايجة من الأحزاب الحاكمة في أقليم كردستان ويعرفون أنه ما استفادوا من النفط وصار نقمة أنا أصور المواطن الكردي أصلا ما يقبل بعد يصدرون أي شيء من مناطقهم يعني تشم تشمال المنطقة اللي بيها الغاز من أفقر المناطق في أقليم كردستان ولا أكو خدمات بيها ولا أي شيء هم ما يردون يصدرون غاز وغذاء إلى أوروبا يعني حد شيء حلو بالعلام ما راح يتنفذ هذا الشيء ما أعتقد يعني على مستوى مستقبل قريب ما أعتقد أولا بيها حسابات دولية وكذا طيب قد يكون هو دين طي هذا التصريح دين يريد يوصل رسالة إلى الآخرين الجبهة الثانية ضد روسيا وكذا يعني هي حسابات سياسية أكثر من ما تكون هي إلى علاقة بالفعل يعني هو يقدر يكون يشتغل على هذا الشيء طيب التلويح الأقليم دائما بالذهاب إلى مجلس الأمن خصوصا ملف النفط ما راح يفتح أبواب كثيرة عليهم يعني أو أبواب الاختلافات ببيناتهم هو خلي يذهبون بالعكس ثم خسراني هو هذا الموضوع إنه من يهدد بشيء راح يعني يرد عليه بالعكس هي الحكومة الاتحادية يفترض أن تذهب إلى كل المحاكم وشسبة لأن بالنتيجة حكومة أقليم كردوسان هي متجاوزة على الدستور وعلى القانون وعلى الاتفاقات وعلى جيوب المواطنين وقوة المواطن والنفط صار نقمة في أقليم كردوسان بدل ما يكون نعمة على الشعب فكل هذه الأمور أنه هي مو من مصلحتهم وماكوا واحد أصلا يدافع عن فساد حكومة أقليم كردوسان طيب بالفترة الأخيرة الأطراف الكردية تحركت على حقول النفط الجديدة في كاركوك هل رح يمشي الموضوع أنه أخلي مثلا الحكومة المركزية أمام الأمر الواقع هذا رح يعدل ورح يصير خلافات وممكن نرجع لنفس الموضوع هناك اتفاق الآن بين إدارة الدولة اتلاف إدارة الدولة هناك اتفاق بيناتهم بعودة الحزبين إلى مواقعهم السابقة بما فيهم النفط موضوع النفط فبالتالي ما أعتقد أنه هو يعني اتخاذ هكذا القرار من جانب واحد من جانب الكردي فقط اتفاق هو بين الجانبين يعني ممكن رح يصير غض النظر على الموضوع وخلاص ينتهي أكيد يعني أكيد يعني أكد يعني أكو بس هما عايشين بمرحلة شهر العسل يعني فمرتاحين شو كتير يغلص شهر العسل هذا؟ يعني يراد له بعد فترة يراد له سنين؟ لا لا قبل الانتخابات أو من يكون عندهم شغل بالناس يعني يرادوا الناس يوقفون وياهم فيجيبوا لهم بعض وعلى اللي يعدهم دائما الكردي هذا اللي يسرق أموالكم ولا ما أدري شو ويقوموا بالإعلامية يحشون ورا الانتخابات ورا ما يخلص شغلتهم يرجعون مع نفس الأحزاب ويتفقون يعني اتعودنا عليهم يعني ماكو شي جديد هو بالضبط نفس السيناريو ده يتكرر نفس السيناريو من آني من 2012 شند إعلامية ده أغطي يعني هي هاي الخلافات خلافات بين أربيل وبغداد وخلافات بين أربيل وبغداد إلى اليوم دخلت السياسة من دخل السياسة عرفت أنه كلك كذب يعني من شند إعلامية شن تصدق عبالي صدق لكو خلافات بس من دخلت السياسة ودخلت الفرلمان وده أشوفهم عرفت أنه هم كذبين ديمقراطي كردستاني كان هو أحد الأطراف بقانون تجريم التطبيع هذا القانون ما ينطبق عليهم بخصوص تصدير النفط اللي أغلبها تروح لإسرائيل والله حتى أكون واضحة بهذا الملف يعني هي حكومة أقليم كردستان أو العصابات داخل حكومة أقليم كردستان تبيع نفط للشركات طيب هي الشركات غير إسرائيلية هذه الشركات هي تروح تبيع الإسرائيل وغير إسرائيل ما يخالف يعني يساب أنا أجي أبيع شي الشركة هنا أنا بس هي شنو عدها إرتباطات وشلون تبيعها هي بعد مو مسؤولتي مسؤولية هذه الشركة يعني هي مو دفاع عن حكومة أقليم كردستان أو شي بس هو هذا الواقع اللي دي يصير ثاني شي إنه الحكومة الاتحادية ليش ما تتحرك مثلا إذا كويتي مخالفة يعني ليش ما ما يحاصلوهم بهذا القانون اللي شرعوا مثلا قانون منع التطبيع ما عندي شو فقبل شوية قلت لتشارك يعني كل هذا يصير يصير تشريع لكن ماكو تطبيق يصير التطبيق حسب الاتفاقات بين الأطراف طبعا يعني حسب المصلحة اليوم حسب مصلحتهم إنه الوضع يكون هادئ حتى سيد مقتداء ما يحكي يكون الشارع هادئ وما يردوا المشاكل ومادري شنو حضرت لشي ذكرت سيد مقتداء لازم نروح بسؤال يعني سكوت سيد مقتداء حاليا ما راح يطول مستحيل على طول يكون يعني ما عرف يعني حسب قراتس للموضوع بس يعني ما عتقد يطول يعني بهذا الصمت أكو مبادرات؟ أكو هواية بمشاكل ذا الصير يعني مستحيل يبقى ساكت على طول يعني قد ينطيهم مهلس يعني الحكومة تكون ستة شهور أساس تقريبا ثلاثة شهور راحة باقي بعد ثلاثة شهور يجوز ينتظر يشوف شنو وموضوع الانتخابات الصير ما الصير كل هذه الأمور وبعدين يجوز يتخذ قرار أول وتالي راح يرجعون يرجعون للانتخابات يرجعون للشارع المهم راح يرجعون ما راح يعني ناقم حاليا بخصوص موضوع الدولار هو بالفعل يعني هسا إذا أكو حركة بسيطة للتظاهرات كل العراق يطلع التظاهرات يعني لأن ما معقول الغلاء اللي صاير كل اللي كان يقولوا حكومة الإطار على حكومة سيد الكاظمي كلهم ما سووا أكثر بالسايد يعني فأكيد يعني أكو نقمة على هذه الحكومة يعني ينتظرون شيء إذا سيد مقتدى طلع بالتظاهرات أو شيء ناس كلها تكون وياه ودعم يعني ممكن مجرد راح تكون تغريدة واحدة من سيد مقتدى حاليا بهذا الوقت تأجز الشارع؟ أنا قلت لك يعني أتوقع أنه راح ينتظر بعد شوية يعني ينتظر يشوف شنو خطواتهم التالية بس إذا شاف أنه هم كلش مرتاحين وما مرتاحين بهذا الوضع المأساوي لناس عايشة به أكيد ما راح يسكر طيب إذا نجي هس على الخلافات الواقعية بين سليمانيا وأربيل يعني سليمانيا تعاني من نقص المخصصات إلها هذا الشون راح ينحل؟ والله يعني هو أسمع من الإعلام العراقي بشكل عام موضوع أنه سليمانيا تعاني من الموضوع المخصصات هو ماكو أي شيء؟ يعني صدقا أنا ماعرف يعني شنو قصدهما بهذا الشيء أولا حتى نكون واقعين عندما نتحدث حتى خليت صورة واضحة اللي يجري في أقليم كله عندما نتحدث عن خلافات بين الاتحاد والديمقراطي يجب أن نرجع للتاريخ يعني شوي خلافاتهم كان خلافات على أساس مبدئية على أساس المرحوم جلال الطالباني ما كان قابل بتوريث الحكم يعني هذا التوريث العائلي وكذالي هذا كان ضد ملة مصطفى وطلع من ملة مصطفى ورح سوى حزب زين هسا إذا نجي نقارن الحزبين الاتحاد والديمقراطي هم مثل بعض يعني هذا حزب عائلي هذا حزب عائلي هذا حزب فاسد ومسيطر على منافذ في أقليم كردستان في سليمانيا أيضا هذا الحزب فاسد ومسيطر على المنافذ الحدودية في سليمانيا وحالب يعني ما كو فرق بيناتهم إذا نتحدث عن أنه توزيع المناصب هنا موزعين المناصب على الآئلة بشكل متساوي كلها بتشوفي بارزاني بارزاني هنا أيضا كل طالباني 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 خطوة دمرت الحكومة خطوة من قروب الواتساب الله ما نشوفت ذاك اليوم الحكومة تبتي قلت شاكوا قالوا انسحوا من واتساب والله يعني فالجي عجيب يعني هي نكتة بس يعني مش نساوي بعد قدرنا مع هاي الأحزاب فليهذا قلت أنه ماكو خلاف وماكو الفلوس يوزعوها بيناتهم هو على طول شانم يعني حتى يعني موضوع الانفصال الإسليمانية عن كردستان هذي كذبة بس تدرين شنو أكو حقيقة يعني سليمانية بدل يعني راس واحد يحكم سليمانية داخل اتحاد الوطني اتحاد الوطني عنده كم جناح كل جناح يسرق لشوية يسرق شوية يسرق شوية فما يبقى شي انطول للناس بأربيل أكو بس بارزاني هو عائلته ومادري شنو فلهذا يعني يقدر شوية يبين أنه هو أحزن من هناك فبس هذا الخلاف وإلا ماكو خلاف ثاني طيب إذا ننتقل لموضوع التظاهرات بصورة عامة اللي دا صار بإقليم يعني حظرت إعلامية ودت شوفين أنه هس في بغداد أو أي مكان صار تظاهرات كل القنوات تروح وصار تغطية ليش هذا الموضوع عليه تعتيم إعلامي ملفت للنظر بكردستان خصوصا بالإسليمانية أو أربيل دا أقصد ليش ماكو نقل؟ سألوا زملاءكم الأعلامي أنا أسألوا حضرت إعلامية فليهذا سابقني عندها أسألت الخطوات اللي يتبعوها أول شيء أكو شيء في أقليم كردستان الأعلامي لما يكون في أربيل خصوصا يلتزمون ببعض ضوابط اللي حكومة إقليم تضعها يعني أنا شخصيا من شنت في الحرة قالوا لي يعني قالوا أكو خطوط حمر ما تجاوزيها قلت لهم بالنسبة لي ما عندي خط أحمر وخط مدري شنو فبعد مناقشة طويلة قالوا أوكي إحنا إذا طبعا ذاك الوقت أنا أتحدث عن ألفين وأربعة وخمسة وستة كان حرة قناة مهمة يعني في العراق فقالوا أوكي إذا ما نقدر يعني نعتقلك أو نسوي شيء خب ممكن نقتلك ونقول إرهاب قتلها يعني توصل هذه المرحلة؟ أي فبيجوز الآن أيضا هم متعرضين لهكذا التهديدات وكذا لهذا يعني أنا مرات بصراحة يعني مرات أنتقد بس مرات أتفهم بظروف جملائنا الإعلاميين والناشطين واللي قاعدين في أربيل وبهذه المناطق لي أنه أساسا منهزم من هذه المناطق على أساس يعني يبحث على المكان أأمن وهناك وضعه بهذه الطريقة فما يقدر يعني يخلي كل الناس يكونوا ضده فليهذا مرات أتفهم أن الإعلامي ما يركز على المعارضة سواء كان يعني أتحدث معارضة بمفهومة العام نعم مو فقط حزب معارضة المعارضة الموجودة في إقليم كردستان وماكوا تعاطفوا إياهم لأن هما يردون يعني يكونون بعيدين عن هذه الأمر تظاهرات السليمانية ليش كل ما تطلع تظاهرات يلسقوها بالجيل الجديد؟ شنو الفكرة منها؟ أكثر المظاهرات بالجيل الجديد يدعو إلها وهنا راح يقولون تظاهرات سياسية لجهة معينة هي ما لها علاقة شوف يعني أحنا أول شيء يكون هواية تظاهرات السليمانية لشرائح المجتمع يعني مختلف الشرائح معلمين مدرسين العقود الصحيين الفلاحين مدري شنو احنا دعمين لكل مظاهرة لكل مطلب المطالب الناس بدون بس أكو تظاهرات هي احنا ندعو إلها اللي هي مثلا قبل فترة دعينا إلى التظاهرة عامة في كل محافظات الأقليم اللي بعدين اعتقلوا حتى نوابنا في سليمانيا وأربيل يعني نشروا القوات الأمنية بطريقة مطبيعية إن شون يعتقلون النائب هو عنده حصانة هاي ما يأكل عدهم حصانة ومدري شنو هما ما يعترفون بالقانون المدى قلت شنو ما حاكمهم هيكلها حزبية يعني وإلى ماكو قاضي يقبل على نفسه يصدر أمر اعتقال لأي نائب أنا هسا علي دعوة قضائية دازيلي للبرلمان يعني ما ندري هذا القضاء الكردي المهم إلى السلطة التشريعية نفسه دازيلي للبرلمان أنه تجي وتوقف هذا استخدام يعني يكون شيء يساوها بطريقة استخدام شنو أنا والله واحد موظف مش تكي إنو أنا ناطي تصريح أو ضايج من تصريحي يعني لا اختلاص لا قتل لا مدري شنو يعني فبهاي طريقة تفكير ما يخلون أصلا الناس تظاهر من الظاهر ما يقبلون ينشرون القوات الأمنية مالتهم من نحشي بالإعلام يعتقلونها من ننتقد ما يقبلون يقولون هذول أخونا وتابعين عملاء البغداد وما أدري شنو وما أعرف والله واحد شو يسوي بيهم يعني حضرت الشلسة ذكرت أنها أكو اعتقالات هذه الاعتقالات عشوائية على ما يبدو لو بقرارات قضائية مسيسة أشوائية بس بالنتيجة هو القضاء خلال لازم يكون عنده السلطة طيب أعداد المعتقلين بالناشطين الإعلاميين نواب شنو طلعوا شوفي بالهاي التظاهر الأخيرة نحن النواب نتم اعتقالهم للساعات وحتى تم ضرب نواب عندنا في أربيل وإهانتهم من قبل قوات مسعود بارزاني وحكومة تقليم كردستان تقريباً ستمائة كادر من كوادر رجيل جديد تم اعتقاله وأكثر من ألفين شخص مواطن عادي اللي هم متظاهرات اللي هم متظاهرين هم تم اعتقالهم طلعوا بقوا أربعة أيام وخمسة أيام السجن كلهم طلعوا بس النوابنا بقوا ساعات من نحن تحدثنا وكذا يبدو رئيس البرلماند كان متدخل طيب هذا بخصوص الاعتقالات إذا نجي على الشاب الكردي اليوم صارت حجرة إلى أوروبا كثيرة هل هي بسبب الاقتصاد لو أكو سبب سياسي أيضاً بثنين يعني أولاً ترى السياسة واقتصاد مرتبطة طبعاً يعني إذا أكو وضع سياسي مستقر وجو ديمقراطي أكو اقتصاد حور أيضاً إحنا ما عدنا اقتصاد حور إحنا عدنا اقتصاد مهيماً عليه الأحزاب الحاكمة في أقليم كردستان يعني التجارة كلهم كلها بيتهم يعني إذا قعد ددلتش مثلاً التجارة الجيكاير اللي عندها رواج في أقليم كردستان الجيكاير المشروبات الكحول يعني موضع المواد الغذائية وزيت مدري شنو كلهم محتكريها ماكوا واحد ثاني يشتغل هذا الشغل زيان المواطن العادش يشتغل المواطن يخلي للمحل صغير هو يروح يشتري منعتهم جيكاير ويجي يبيع جيكاير هنا هذا الشغل هم يعني وتشوفين النفط ملف النفطي بيتهم الاتصالات بيتهم يعني اتصالات واحد بأربيل واحد بسليمانيا يعني غير هذا حتى الشركات الطيران التابعة هناك الاستثمار وهناك تابعة للجسمة حتى موضوع الأرضية اللي خطوط الجوية العراقية من تروح تنزل بأربيل وبسليمانيا يأخذون من الخطوط الجوية العراقية فلوس اللي جيوا بالشركات الحزبية فهو كل شي هذا الوضع الاقتصادي فطبعا شاب شي سوي يعني شاب خريج حالة حال شبابنا في بقية المحافظات طبعا بقية المحافظات مو أفضل حالا طبعا فشاب يتخرج يروح يقول يلا خلا روح ماجستير بل كده أحصل وظيفة يكمل ماجستير يقول يلا خلا كمل دكتورة بل كده أحصل وظيفة يكمل الدكتورة بعد ما محصل للشي بعد حياته لا مزوج لا مستقر لا عنده حياة فشي سوي يروح يهاجر يقول بالطريق أموت أفضل من هذه الحياة فهم أصلا كرهوا الناس بإقليم كردستان حتى مواطني إقليم كردستان ما عنده هاي الروحية اللي قبل كان أكو موجودة نجحوا في تدمير الفرد الكردي هي بالنتيجة هما أحزاب الفساد وهذا الشغل هم تدمير المجتمع طيب ننتقل من التدمير إلى الفاصل خروح فاصل وبعدها راجعين رجعنا معكم مشاهدينا ست سروة راح ننتقل للجيل الجديد وأفكاره ليش خصومكم يسموكم صرتوا جيل قديم يعني؟ ليس يعني هسا يسمونا جيل قديم كان أول ما طلعنا كان يقولوا لنا الطفل الجديد هسا يعني كبرتوا بنظرهم يعني؟ ليش هالتسميات؟ يعني هم ما يقبلون أحد نفسهم أولا جيل الجديد هو جيل سياسي جديد طيب ما يكون عنده هاي الأفكار القديمة ولا كان قيادين كبار في أحزاب تقليدية وكانوا أصحاب سلطة كل الشباب اللي عندنا اليوم حتى بمجلس النواب أو قيادة الحزب كلهم شباب لأول مرة يدخلوا للسياسة ما داخلين سياسة يجوز أنا الوحيدة بالجيل الجديد اللي قبل كنت نائبة عن حركة معارضة أيضا يعني ما كنت نائبة عن سلطة أو شيء يعني كان أفكار حركة التغيير كان متقاربة مع أفكاري لأن إحنا كنا نريد إصلاح نعم من دخلوا الحكومة أنا انسحبت وقعدت يعني ما ورا فترة انضميت إلى جيل الجديد فلهذا يعني كل ما يقولوه هو غير صحيح الموضوع هما ما يقدرون يسوي اللي إحنا سوي التدريب مفاوضية الانتخابات قالوا لي أنه بالانتخابات الحزب الوحيد اللي تسعين بالمية من ناخبها هم من الشباب من عمر 18 إلى 30 حلو إذن هذا متقارب مع أفكار الشباب الحالية هو هذا الجيل إحنا ده نشتغل عليه وهذا الجيل اللي إحنا نريد أنه ما يكونون يؤمنون بعبودية عد الأحزاب السلطة فإحنا نركز على أن يكون الشباب هم هدفنا الأساسي بالنتيجة هو الصح جزء الأكبر للشباب لكن لكل المواطنين يكون عندهم حياة متساوية وعادلة طيب حضرتش تعتقدون أنه تقدرون تنافسون الكتل الكردية التقليدية حاليا الموجودة؟ إحنا منافسيهم وبقوة مش قد شوف يا قولت يعني إحنا في سليمانيا الحزب الأول متقدمين على الاتحاد الوطني تدرين برهاية الانتخابات يعني هم محصلين أكثر على الأصوات ببعض المناطق اللي خارج أقليم كردستان طيب لكن إذا نتحدث عن داخل أقليم كردستان إحنا بالسليمانيا يعني داخل السليمانيا إحنا الحزب الأول قبل الاتحاد الوطني أصواتنا أكثر من أصواتهم في أربيل داخل المدينة كأربيل مدينة وليس يعني أقضية والنواحي بس المدينة إحنا الأول على الديمقراطة الكردستاني اللي هو حزب حاكم عدد أصواتنا أكثر بكثير من الديمقراطة الكردستاني لكن بالنتيجة كمحافظة هو صاير حزب الأول واحنا حزب الثاني في أربيل في كاركوك يعني محاصلين على أغلبية أصوات الكرد فبالتالي إحنا نقدر ننافسهم وننافسهم بشكل واقعي وهما ما يساون انتخابات أقليم كردستان ومددة وعمر برلمان لأننا خايفين يعرفون جيدا أنه التصاعد اللي الجيل الجديد يخوفهم طيب بالأيام القادمة رح يكون تصاعد فعلي أكثر إذا صارت انتخابات أو ما شابه ذاك داخل الأقليم؟ إذا صارت انتخابات أنا أؤكد للجيل الجديد يكون الحزب الأول في أقليم كردستان إذا كان نسبة معينة نسبة لا بأس بها من النزاهة موجودة في أقليم كردستان يعني رح تعتمد على النزاهة بهذا الخصوص لكن على أرض الواقع متيقنين أنه على الأرض الواقع مية بالمية أحنا الحزب الأول راح نكون بس هم ما بعد إجراءاتهم مش راح يكونوا يعني هذا موضوع آخر طيب إذا ننتقل لتقييم حضراتكم لحكومة السوداني حاليا يعني جاوزنا تقريبا ثلاثة شهر خصوصا بارتفاع الدولار وهذه النقمة الصارت على الشهر يعني بصراحة أولا هذه الإجراءات مع الدولار ليس فقط هذه الحكومة مسؤولة عنها حتى يعني ننطح حق لهذه الحكومة أيضا هي تراكمات السنوات السابقة يعني من 2014 كان يفترض أكو إجراءات معينة يتم تطبيقها من قبل البنك المركزي لكن لم يتم ذلك وأكون التزامات للبنك الفيدرالي وملتزم البنك المركزي فكل هذه الأمور بالإضافة إلى أنه سماح لاستمرار بتهريب العملة سواء كان من أقلم كردوسانة وبقية المحافظات فكل هذه يعني خلى أنه يكون أكو إرباك في موضوع الدولار لكن إذا نتحدث عن الحكومة بصورة عامة هناك خطوات بطيئة للإصلاح أو خطوات بطيئة نحو تقديم بعض الخدمات وبناء مشاريع ثلاثة شهر ليس كافية يعني حتى نقرر أنه هي حكومة زينة أم لا لكن ليس بمستوى المطلوب خلى أقول يعني كنت تتوقع أنه هذه الحكومة من أول ما تبلش شنو كان المفروض تسوي الإجراءات حتى تكون بالمستوى المطلوب أقول لك بصراحة يعني كنت أتوقع أنه من أمشي بالشارع ألقى الناس كلها تشتغل سواء كان بلدية سواء كان استثمار سواء كان يعني كنت أكو شغل بالشارع تشوفي تدري فترة بأربيل 2004 من كان أكو موازنة محددة تجي من بغداد إلى قيم كردستان فتحنا نشعر أنه أكو إعمار للصير أكو بناء أكو شوارع أكو كذا هذا هسا مدى بعدني مدى أشوفه هنا فما أقدر أقرر يعني حتى بالمحافظات يعني إذا بغداد كلها يكون أكو شارع واحد وصار لهم أربع سنوات يقولون إحنا سوينا هذا الشارع هذا مو إنجاز عيب أصلا عيب على وزارة تروح تتباه بشارع صار لأربع سنوات هسا تم يعني إكمالها ويجي يتباهها والله أنا سويت هذا أحنا أصلا يراد إننا ثورة أعمار يعني لا شوارع لا جسور لا دي نشوف الازدحامات اللي دا تصير كثير من الأمور من يطلع يكره نفسه يقولاني ليش طلعت من جيت فكل هذه الأمور شوكد ما خف شوكد ما شفنا البطالة قلت نقول هي حكومة نجحت واشتغلت صحيح لكن حكومة بس تجيب مستشارين وتعين مستشارين والمدري شنو وبالنتيجة ماكو إنتاج راح ينعكس المستشارين على أساس شنو يجون حتى نعرفهم يعني كمواطن يعرف على أساس الحزب يختار يعني ما هو المستشار المفرض عاكو مهام معينة هو أساسا ما ندري حكومة ليش تحتاجوا لقد مستشارين بصراحة مش قد هسا عددهم حسب معلوماتك ما ندري جس عبره مية يعني يوميا نسمعك ومستشارك 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 مستشار الإعلامي مستشار الثقافي مستشار الرياضي يعني ما أعرف مستشار الدستوري هو شنو شبقى بالدستور هو الدستور يراد لتغييره كل ده تقول إنه يراد لتعديل ما شبقى بيه خطية دستور منو يلتزم بالدستور والله أعزيستي يعني إحنا يرادلنا أقلية جديدة لإدارة هذا البلد هذه الأقليات اللي جيبوا جماعتي وحتى أسكته وما أدري شنو الحكومة لو تشتغل صاحة خل كل الأحزاب تكون ضدها أكو مواطن راح يوقفوا إياها وهاي اللي تنقص بالحكومات يعني هذه الجرأة ما يتجه للشعب ما يتجه مدى يسوي الشغلات إنه يرضي الشعب بيرضون السياسيين بالنتيجة السياسيين يتخلون عنهم بلحظة معينة السياسي يتخلى عن الحكومة يقول لي ما حكومتي فكنت أتمنى وما زلت يعني ما زلت أثق بسيد السوداني أتمنى أنه يشتغل شي للناس ما يفكر هواي بالأحزاب وأني دائما أقول أقول الشعب راح يوقفوا إياه إذا شافوا هو ديشتغل الناس هسا الرأي العام بيد الناس مو بيد ذولا ذولا شقد ما يحجن ما حد ما يصدقهم طيب إذا انتقلنا للوزارة الخارجية اليوم أنصفت وجود المرأة يعني من ناحية المناصب وما شاء الله ذلك لو لا وكان موعدهم الأمرأة الوحيدة خطية وكيلة وزير أمرأة وحيدة؟ هي كان سصفية وكيلة وزير يعني فهسا جابوا ومكانها غير أحد يعني بصراحة هي مو فقط الخارجية ما تنصف المرأة بشكل عام أنه كل الأحزاب السياسية ما عادها إيمان بقدرات المرأة ولا تريد أن المرأة تتقدم فلهذا يعني أحزاب السلطة أقصد فلهذا تشوفين أنه دائماً يوجد تراجع بموضوع المرأة سواء كان سياسياً فوزارة الخارجية حالها حال المؤسسات الأخرى بالدولة العراقية طيب ننتقل لموضوع وأحد تغريدات التي ذكرتها وزير الإعمار شنو أكو يعني نريد نفتهم الحادثة أكثر أنه صارت أكو ملفات حضرتك ومقدمتها يعني يعني مرات شوف كاكبنجين أنا أحترمت جداً يعني صدقاً هو معرف مرات من واحد يحتي ومع بالهم شي شخصي يعني رأساً يضوج ورأساً مسوي راد ومادري شنو أولاً أنا جتني وثائق دزيت كتاب إلى البلديات ما أجاني الرد طيب يعني أكثر من 15 يوم ما أجاني الرد وراها أجاني كتاب ثاني فكلها مع بعض هذا الكتاب الجديد مع الكتب القديمة سويت به كتاب ودزيت للنزاهة قلت بما أنه وزارة مدى ترد علينا خلنا زاهة تشتغل يعني هذا كل الموضوع يعني زين أنتوا يا أما التزموا يعني لماذا ما صار الرد هو مزاجهم عادي يساً مو المزارة الخارجية ما تريد ترد على الموضوع الجوازات دزيت كتاب تأكيد دزيلي كتاب معناها ما بشكوا دتلحين هو هذا كل قانون يرسكتي يعني على الجوازات الدبلوماسية واللي أصدارات للأخير يعني ما هذا اليوم تناول دا سوي التغريدة بيا يعني أنه بل أنه لا تلحين بعد هو هاي ماكوش ماكو واحد ما مستحق كل اللي ما أخذين الجوازات مستحقين فما أعرف منين جاي الاستحاق دا ريد أعرف منين جاي هذا الاستحاق مدى يتوني يعني على أي أساس بس حتى المواطن العادي يفتهم والله يجوز أذهب إلى السؤال الشفاهي لأن هاي الأجوبة ومالتهم مقتنعة راح أجمع الأدلة واذهب إلى السؤال الشفاهي داخل مجلس النواب طبعاً الرئاسة ما راح توافق من هسا يعني ليش؟ يعني أعرف هاي التقسيمات السياسية ما يصر لين إذا وافقوا أنه أنا يجيب وذير من فلان جهة بعدين فلان جهة راح تروح تجيب ووزيرهم فبالتالي ما يقبلون نجيبها بس المهمة أنا أحاول كل محاولات كل الطرق كل هذا وبالأخير أروح للمحكمة ما أشتكي إذا ما ما شفت ماكو حال يعني ما معقولة أقول من الجهة اللي تجبركم طنطون الجوازات وأني أعرف أنه مو وزارة الخارجية اللي هي من كيفها الطنط يعني أكو جهات تجي تقول بله سوي لي استثناء من هذا ووزير يوافق يعني يجامل الآخرين أي جهات يعني بالضبط؟ كل جهات يجوز ضابط عنده علاقة طيبة مع وزير تقول معلي الوزيرة دزلك كتابة كده سوي وإلى شلون يعني ذني أخذنا الجوازات هما لا زوجة مسؤولة ما أدري شنو يعني هوايا ناس يعني عدرا حتى بعض الأشخاص عندهم مستوى هابط بالمواقع التواصل فهو هذا اللي صار مع وزير الإعمار أيضا من سويت هذا هو بطاز يبدو أنه سوى أنه غير صحيح وما أدري شنو فبعدين أنا مقلت يعني عليك يا فك عليك بعد بعد بأكو إجراءات دزيت النزاهة روح لها بالنزاهة واحد شوية هماني بعد ما يعني طيب شنو رؤية حراكة جيل الجديد لحل الأزمة بين كردستان وبغداد أولا نحن نعتقد أنه هذه الأزمة هي مفتعلة يعني أساسا ما موجودة أزمة إذا نشتغل على الدستور والقوانين وحتى اتفاقاتهم وحتى ما يتم تصويت عليه من مجلس النواب العراقي فبالتأكيد أنه الحق هو اللي موجود على الأوراق لهذا يعني هذه الأزمة هي مفتعلة رؤيتنا للحل أنه التزام بالاتفاقات والتزام بالدستور العراقي وإذا كانت إدارة ملف النفطي إدارة المشتركة بين بغداد وأربيل هي الحل الأمثل والأنجع لنتخلص من كل هذه الأزمات نحن مع هذا الحل الإدارة المشتركة مو يعني فت شي سيء طيب بعد يعني القرارات القضائية اللي صارت شفنا أكو رفض تام للقرارات القضائية هل عدم مشاركة حزب ديمقراطي بخصوص الموازنة رح يأثر عليها لو ممكن أنه تقر لا ما يأثر عليها يعني ما يأثر يعني وإذا ما شاركو ديمقراطي ما رح تأثر على الموازنة ما أعتقد يعني تأثر ثم إنه هو بالموازنة يعني ترى يعني يكون لعبة ده تصير بالموازنة اللي هي؟ إنه هما بالموازنة هما معها يكتبون يقولون أوكي إحنا ننطي 250 ألف برميل يوميا يعني على طريق سومون بيعة نعم بس بعدين ما يلتزمون يعني ما رح يصير خلاف على هذا الشيء ما أعتقد إنه هما يقولون أوكي 14% يعني الأشياء اللي يردوها هي موجودة لعد ليش هذا التهديد صار من عدو أنه ممكن ننسحب إحنا أي خلي نسحب يعني ما أكو تأثير ما أكو تأثير طيب بصورة عامة حكومة سيد السوداني راح تستمر تشوفيها لو أنه ممكن راح يصير أكفد خلل معين وراح توقفها هي يعني اعتمت على أول شيء هذه القوى السياسية ومدى تماسكهم ثاني شيء موضوع التظاهرات الشعبية والضغوط اللي يدى صير بعدين يعني اعتمد على هذه المسائل أما لحد هذه اللحظة هي والكل مع حكومة سيد السوداني لكن إذا يجوز في يوم الأيام فكر أنه يصلح فتشي هما مقابلين يجو ذاك الوقت يقولوا لا روح مع سلام يعني شكرا جزيلا لت والوقت وشكرا للمعلومات اللي حصلنا هنا عندك عزى المشاهدين اللي هنا ننهي حلقتنا اليوم مع ست سروا عبد الواحد رئيس كتلة الجيل الجديد في أمان الله شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين